الموجات الزلزالية وقعت اليوم موجة زلزالية قوتها 8.7 درجات بمقياسر اختراف الساحل الغربي لجزيرة سومطراء الاندونيسية وخلفت هذه الموجة الزلزالية أكثر من ألفي شخص ما بين قتيل ومصاب إلى جانب وقوع دمار كبير بالمباني والمنشآت اللهم ألطف بنا ما هذا يا أبي؟ ما الذي حدث؟ لقد ضربت موجة زلزالية عنيفة قوتها 8.7 درجات بمقياسر اختراف ماذا تعني بموجة زلزالية يا أبي؟ الأمر يشبه أمواج الماء التي قد نراها خلال ماء البحر في حالة حدوث اضطراب كإلقاء حجر بالماء وبالمثل فإن الموجات الزلزالية هي تلك الأمواج التي تصدر عن الزلازل عبر مواد الأرض وعلى سطحها وتنتقل الموجات الزلزالية من بؤرة الزلزال ثم تنتشر في جميع الاتجاهات المحيطة ببؤرة الزلزال تنقسم الموجات الزلزالية إلى ثلاثة أنواع حسب طريقة انتشارها وهي موجات أولية Primary Waves موجات ثانوية Secondary Waves موجات سطحية Surface Waves وما هي الموجات الزلزالية الأولية؟ تعرف الموجات الأولية باسم الموجات P وتنتقل عبر الصخور بسرعة كبيرة جدا من بؤرة الزلزال وتلك السرعة الكبيرة تكون سببا في تحرك الصخور بشكل متتال إلى الأمام وإلى الخلف وتكون حركة الصخور حركة اهتزازية أي تتحرك على جانبي وسط الموجة وكيف تنتقل الموجات الثانوية في الصخور؟ تنتقل الموجات الثانوية عبر جزيات الصخور بسرعة أقل من الموجات الأولية مسببة حركة واهتزاز صخور التي تنتقل من خلالها في اتجاه عمودي على اتجاه حركة الموجات وبسبب حركة الموجات الثانوية في باطن الأرض فقد تم التوصل إلى مواد عديدة من التي تتواجد في باطن الأرض وتعرف هذه الموجات باسم الموجات S وكيف تنتقل الموجات السطحية في الصخور؟ أقرب تشبيه لحركة هذه الموجات هو حركة الأفعة حيث لاحظ علماء الجيولوجيا أن هذه الموجات تتحرك مثل الأفعة حركة التفافية إلى الخلف مسببة اهتزازا لجزيئات الأرض حيث إن الموجات تتحرك حركة اهتزازية أفقية بشكل يوازي السطح الخارجية للأرض وذلك يشبه حركة موجات الماء في البحر مثلا وتعد الموجات السطحية سببا مباشرا في انهيار المباني والمنشآت وتهدمها وقد وصف علماء الجيولوجيا أيضا الموجات السطحية بأنها أطول الموجات الزلزالية وأقلها سرعة وما المقصود ببؤرة الزلزال؟ بؤرة الزلزال بؤرة الزلزال هي نقطة في أعماق الأرض التي تبدأ الحركة عندها وتتحرر عندها الطاقة مسببة هزة أرضية وتتسبب هذه الهزة في تحرك الصدع مما يعمل على ثني الصخور فتتكون بداخلها طاقة كبيرة وبالضغط أكثر على الصخور تتحرر هذه الطاقة التي تكمن في صخور الأرض على هيئة موجات زلزالية وما هو المركز السطحي للزلزال؟ المركز السطحي للزلزال هو النقطة التي تقع فوق بؤرة الزلزال مباشرة أشكرك يا أبي على ما قدمته لي من معلومات العفو يا فاطمة أتمنى أن تكوني قد استفدتي والآن فلنلخص ما تعلمناه اليوم فيما يلي الموجات الزلزالية هي الأمواج التي تصدر عن الزلازل عبر مواد الأرض وعلى سطحها وتنتقل الموجات الزلزالية من بؤرة الزلزال ثم تنتشر في جميع الاتجاهات المحيطة ببؤرة الزلزال تنقسم الموجات الزلزالية حسب طريقة انتشارها إلى موجات أولية موجات ثانوية موجات سطحية تعرف بؤرة الزلزال بأنها نقطة في أعماق الأرض تتحرر عندها الطاقة مسببة هزة أرضية المركز السطحي للزلزال هو النقطة التي تقع مباشرة فوق بؤرة الزلزال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر